الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقاطي تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المصرية للدفع تجاه وقف اطلاق النار وحماية المدنيين وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية كما تناول الاتصال الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة مع العمل على إحياء مصاري السلام بهدف التواصل إلى تسوية عادلة وشاملة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والتقرار في الشرق الأوسط شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانجي في بكينة وخلال اللقاء أكد شكري وجود سياسة كانت معلنة لتهجير الفلسطين من غزة مشيرا إلى أن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر واشدد شكري على أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما أشار وزير الخارجية إلى أن الخروقات الإسرائيلية الجسيمة وجرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسميتها الحقيقية لافتا إلى وجود مسؤولية طاقة على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية كما أكد شكري أن مصر تبدل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفحة مضيفا أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار أجرى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو أكد خلاله ضرورة تفتح أفق سياسية مشيرا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط وعلن قصر إليزي أن ماكرون بحث مع نيتنياهو خلال الاتصال الهاتفي وضع المحتجزين في غزة ومن بينهم ثمانية فرنسيين وناقش الخطوات الجارية وجهد شركاء المعنيين من أجل إطلاق صراح جميع المحتجزين وأشار ماكرون إلى أن هذه المسألة أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا أجلت بعثة ثانية مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقيادة منظمة الصحة العالمية أجلت 31 طفلا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى آخر في جنوب غزة وقد نقل الأطفال المصابون في ستة سيارات إسعاف أمدها الهلال الأحمر الفلسطيني بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية وشملت البعثة المشتركة أعضاء من دائرة الأمم المتحدة لإجراءات المتعلقة بالألغام واليونساف ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتجهيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا ووصفت البعثة من جديد بكونها بعثة شديدة المخاطر نظرا لإندلاع الأعمال القتالية بالقرب من المستشفى أكدت وكالة الأنباء الفلسطيني أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطائرات قصفت بعشرات صواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص أغلبهم أطفال ونساء وإصابة آخرين إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلة شرق خان يونس وفي مدينة غزة استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسكولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة فيما لا يزال عشرات المواطنين تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف وأذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حوالي 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأندونيسي شمال غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر والقضائف المدفعية في محيطه وقالت مصادر محلية إن موالدات الكهرباء توقفت بسبب القصف مؤكدة أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الأندونيسي ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم أيضا قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع هذا وقصفت مدفعية الاحتلال مدرسة الكويت بجانب المستشفى الأندونيسي بغزة وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منزلين لعائلتي ضهير وأبو شلوف في رفح جنوبي قطاع غزة وسقط 15 شهيدا وعشرات مصابين بينهم نساء وأطفال كما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أريحة ودهمت حي كتف الواد مضيفة أن القوات اقتحمت أيضا مخيم عقبة جبر واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الأعير النارية بشكل عشوائي ورياضيا فاز المنتخب الوطني على مضيفه منتخب سيرليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك على ملعب ساموال كانيون في لايبوريا وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيد إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ختام مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضركم استكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر